إلى ذلك رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية سيد أحمد أبو الغيت بالهدنة الإنسانية التي أعلن عن سرايانها لمدة 24 ساعة معتبرا أنها ضرورية وخلال تصال هاتفي مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مصفقي عرب أبو الغيت عن أمله في التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار وفي البناء على هذه الخطوة وتمديد الهدنة الإنسانية كما شهد الاتصال تبادلا لوجهة النظر حول الوضع الخطير في السودان وما يمكن عمله بالتنصيق بين المنظمتين الإقليميتين للوصول إلى وقفة صيد واستعادة الهدوء